موسيقى الفن المجتمعي والتشاركة هو كيف نفكر وأنه نخلق مجموعة وهي المجموعة تشتغل كلها سواء مع بعض تخبر بعض أخبار مهمة خاصة بحياتنا اليومية بالأشياء اللي عم نعيشها وكيف من هود الأخبار نقدر نغوص أكتر ونلاقي أشياء بتهمنا كلنا كمجتمع مش كأشخاص لحالنا وعلى هيدا الأساس نخدهم ومنحورهم عبر تمارين مختلفة خاصة بالمسرح خاصة بالحكي ونطلع فيهم من خلال مسرح شارك موسيقى موسيقى هون طبور الشاي هون قلب الشاي موسيقى يا حيوان وبيصف أوكاف شفار التاكسي لأنه كيف بفوت على طبور البنزيل وهو تقلم الصبح ناصف موسيقى اللي عم بيتعلموا لتلميز هو بمثل لابوراتور تنكتشف كيف فينا نخلق قصة نخبر قصة نستعمل كل شي حوالينا من أصوات من حركة من كلام من حضور تحتى نقدر نخبر شي ونستعمل كمان شو بتاعتينا الموسيقى من إقاع من جو منو الموسيقى شو بتحكي كمان شو فيها تقول تخبر وطنة بقدر حلوبات موسيقى لستمتعا لستمتعا كمان شو تحاول في مكان وحيالون موسيقى كمان يأتباه بحديث مستعمل ما عليهم ومستعمل وسأت دعبوا في التالي إنه لا أجب يدعو كل مدد لديك المترجم للقناة الدكون هناك فشيئا حسنا تهبطي بجليلة وستكمر بدلاك هم الحقارين ي弄ي لكنا سنوان تأكيد على حسنة وستطعين اجتبع هؤلاء تجب بخير تقدم لكي تفعيله لديك مظلけど كنت ترتابة ما هو كفرس وأجيال ثم تحطو، وهي تحطو، حيث ايقظي. أريد سنة أخذي لديس، الذي حدث عن مشاكل امرض المخطط ونحن هذا الكثير من التخلص الامر، ويوجد أفعل إجازة المخطط الوضع أو أخذ 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 الأخذ ودع أخذ الأخذ الأخذ. إذا أعطم السلطسيات أنه يبدو أن تخلص من المشاريع الأول محطة للتخلص، والذي يجب أن تخلص النظر ونبدو أن تخلص وزن المشاريع So my class is that once you've gone neutral, then you add things back in, but consciously. I give a workshop on puppet manipulation. So we'll have three weeks in which we will have time. First, during a little introduction and then we'll enter fully in the body of the puppets كما تتعلم بوثفرات كما تتعلم بوثفرات ويساعدت عملك كل الأزعال لعبة ويساعدتون بالمعبوثاً كما تتعلم بوثفرات المتابعة مهارة من أجل التباقات وهي نسمي مهارة ومهارة مهارة 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 من الأجل الأجل تحبهمهم ومهارة ومعبودة ومعبودة عدد الكثير من الدباية لدينا الكثير من دباية عنوانات في صغير عرض التي توجد حصرها علم ميساجنة فجمع بحق salار لدينا الكثير من الدباية لتفهم في قصة ملعن وشانه ملعن وشانه ملعن الحاله ترمون ملعن اجتماعي حدود حال اشترك ايام عم بعثي كورس الملتيميديا يلي هو من التصوير للمونتاج وكيف كمانا منحضر لنروح على التصوير عم نجرد ناخد الاسبكت التكنيكي الاسبكت كيف منستعمل الكاميرا لنخبر قصة صحيح تعمل فوكس لبدلايين حسب البريمية ومجرية لبجر انترويو بينا بالكار اي هون انترويو ون تيك ون ويقدروا كمانا إذا بحاجة لهيدي التول بعدين بالويركشابت اللي عم بيشتغلوا فيها يقدروا يستعملوها للعالم كمانا اتعبر من خلال الافلام الصوات اللي بدا تطلع برايكم بدا ميكرو ولا مش كريب الصفية اللي عم بعطيه هو صف sound design mostly وشوية sound engineering الهدف من الكورس انه يقدروا التلميذ لما يصيروا عم بيقدموا عروضات بالشارع هني اذا كان الستاپ بسيط وبيسيط يقدروا هني يركبوه مشان انتا يطلع الصوت بشكل واضح ويقدر يوصل للجمهور بحال كانوا عايزين انه يتكبر صوت لما كان كبير او عجقة او شي وبنفس الوقت راح يصيروا يقدروا يواجهوا هوا دي المشاكل البسيطة اللي عادتا بتصير مثل الفيدس باك مثل انه الصوت طالع غميء او طالع كتير فيه اصوات غريبة عم تطلع كيفينا نعالج هو القصص فصاروا يقدروا عمليا انه هني يقدروا ينزلوا على الشارع ويركبوا بيسيك صوت للشوية اللي عم بيعملوه اشتركوا الخاصة لكم نحن اتقلوا للمشاك نحن ستصل بشكل واضح على نجد ال ويجب أن نرسل من المعادقة في المعادقة ما يتم استدامة الحالي ستنا اليوم وستنا أكثر كان هدفاً نقدر نشرح للشاباب ماذا يعني監督 ونشاركة كيف أنا لأحيالي إكتبات أو سبيلتاشر بقدر أعمل بلان لأدر إيس إذا أنا عم بوصل إلى الهدف الذي أحطيته سوعة من جارة نعطيونها المبادئ الأساسية اللي بتدخل بحيالي مشروع أو فكرة أو حتى إذا كانت مسرحية أو عرض لأنه بالآخر هي في آيسة أو اعتبرها كبروجيكت كل شي عم ناخده بهيدا المدرسة متصل ببعضه كيف نعمل فريق متصل بشو نقول بهيدا الفريق متصل بكيف الشكل يلي بدنا نعمله إن كان بدنا ناخد شكل الكلاونينج ولا البوفون ولا الماس ولا حكواتي بس إنه أهم شي إنه نعرف شو عم نحكي وكيف نقدر نطلع بهيدا اللي عم نحكيه يعني هالساعة اللي مضينيها معكم نسينا كيف عايشين نسينا شو تركين ورانا نسينا شوي همومنا العرض ممتاز جدا والشباب ما شاء الله عليهم مكملين بعض تكملة مش طبيعية كان كتير حلوة تعرض لأضايا كلاتنا من عايشينا بالحياة اليومية وبطريقة كتير حلوة وكان أداء الموثلين حلو بالبادي لينجويج بالطريقة اللي عميان واصلوا فيها الفكرة كتير حلوة حبيتها كان عن جد مسرح شارع كان في صغار كان في كبار كان في طبقات غير بعضة في كان المواضيع كتير حساسة طرحوها بطريقة مزعجة حدا فايتو بمواضيع بتعني لنا كلنا بطريقة كتير سلسل وبس نسمع هذا الموضوع يمكن أول ردي تفعل هو أنو منتضحك بعدين بتفكري أنه ولسا سكير بشعر نحنا عم نعيشها حسيتها هيك تبورتريز هوي آر عن جد بيرفكتلي يعني اي اي بي بي اس اس اي اي بي بي